المشاهدين الكرام ينضموا معنا في الستوديو الكاتب والباحث والسياسي الأستاذ عبدالقادر النائل أهلا بكم أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام بداية المثاق الوطني العراقي هل ينسجم مطلب إسقاط النظام العراقي حاليا أو النظام في العراق مع أهداف المثاق الوطني العراقي من المؤكد تماما أنه الغاية الأساسية من توحيد القوة المناهضة للعملية السياسية هو أن يتم إسقاط النظام السياسي الحالي في العراق لأنه نظام عشوائي نظام ذات أجندات طائفية استطاع أن يجعل العراق ساحة للصراعات الدولية والطائفية وبالتالي أدخل إيران للهيمنة وليكون العراق منفذا لمشاريعها الخبيثة في المنطقة لذلك الميثاق الوطني ركز على هذه القضية وبالتالي أصبحت المطالب الشعبية في ثورة تشرين واضحة في إسقاط هذا النظام وعدم الاعتراف به والإصرار الكامل وبالتالي تتوافق هذه القضية مع هذا الإطار الذي يسعى إليه الميثاق الوطني العراقي طيب يعني التطلعات الوطنية للشعب العراقي في هذه المرحلة كيف يمكن أن تمثلونها في الميثاق الوطني من المؤكد أن العراق بلد الجميع وبالتالي الكل يسعى أمام تشخيص العدو الحقيقي للعراقيين وبالتالي انسجمت تطلعات التظاهرات الشعبية بثورة تشرين المباركة في العراق وبجهود سابقة أيضا لتظاهرات لمحافظات المنتفضة الستة التي أجهضت أيضا بالتالي قوة الميثاق استشعرت قبل انطلاق هذه التظاهرات أن الشعب العراقي مهيئ الآن لعملية إسقاط النظام وعملية المطالبة في استعارة الوطن وبالتالي حدد هذه الملامح وكان الجهة الوحيدة التي أيدت التظاهرات منذ الوهلة الأولى وعقدت لها اجتماعا ومؤتمرا وبالتالي استطعت أن تكسر قيود الإعلام وسخرت جميع ما تملك هذه القوة من منصات الميثاق لكسر التعديم الإعلامي السياسي أصبحت مظاهرات خارج العراق في عدة دول أوروبية وأمام مقر الأمم المتحدة كلها ألفتت الانتباه إلى هذه التظاهرات بالتالي هناك عملية موازنة كبيرة في التنسيق الذي أضف إلى أن الهدف الحقيقي هو استعارة الوطن من هذه الطغمة السياسية الفاسدة لذلك هناك توافق واضح تماما وبالتالي يمكن الاستثمار لأن الغاية الأساسية للميثاق هو إنقاذ الشعب العراقي هو إن إسقاط هذا النظام وبالتالي أي من يتقدم من الشعب العراقي في بناء ومساهمة في بناء النظام السياسي هو مرحب به وبالتالي العراق ملك العراقيين وبالتالي سيدعم الميثاق أي توجه وأي خطوات حقيقية لبناء عملية سياسية راشدة تعتمد على الانتخابات الحرة النزيهة بقانون انتخابي جديد وبجسور جديد تؤمن بعد تعددية سياسية والتسليم الكامل للسلطة حينها يعني هل تقومون بإجراء اتصالات مع جهات ترون فيها أنها تريد أو لديها الرغبة في مشاركتكم بما رسمتموه من خارطة طريق أم أن الموضوع أنكم تنتظرون أن يتم الاتصال بكم بالمؤكد تماما أن العراقيين معروفين أنهم يتحركون دائما لإنقاذ وطنهم وبالتالي ليس من المعقول أن ترى بيتك يحترق وأن تنتظر من سيأتيك إنما تساهم والعراق يحترق الآن وبالتالي العراق أدخلوها أولئك الفاسدين من السياسيين في البرلمان وغيرها إلى منزل خطير تماما يهدف إلى أنهاء العراق وقد هم الحال الموجود فيه منهار اقتصاديا تعليميا سياسيا وبالتالي العراق يحترق إذن لا بد أن تقدم الجميع لذلك هناك تقدم من الميثاق والميثاق أخذ على عاتقه في انطلاق مؤتمره الأول لهذه الأيام أن يفتح الحوار الجاد مع جميع القوة بالتالي هو يبادر وهو بادر سابقا أيضا في تنسيق على عدد كبير من التنسيقيات في التظاهرات وعلى عدد كبير من النقابات والقوى العراقية والأكاديميين والمثقفين في الداخل والخارج على بلورة التوحيد الموقف والجهود وبالتالي هو كما أسلفت لك هو يأثر ويؤثر على نفسه أنه هو يتكون من قوة صمدت 16 عاما لكنه لا يريد الاستئثار ولا يطمح أنه يكون هو الجهة الوحيدة إنما يحاول أن يجمع جميع العراقيين قواهم وثقفيهم في أن يكونوا في قولب واحد لإنقاذ العراق وإطفاء الحريق وبالتالي هذا ما يميزه لذلك لم يختر قيادة ولم يعمل على أنه يضع الخطوط الحمراء إلا على أطراف العملية السياسية المشاركين مع الاحتلالين الأمريكي والإيراني من 2003 إلى يومنا هذا لأن هذه التطلعات أيضا تطلعات الشعب العراقي لذلك هو يسعى بكل ما أوتيه من قوة وسيسخر كل إمكانياته في الأيام القادمة من أجل وحدة العراق وإلى سيما أن الموقف متحد أن العدو مشخص وهي العملية السياسية التي أذاقت العراق المر وأذاقت العراق كل الويلات والمعاسي لذلك اليوم يتحد العراقيين في تشخيص وهذه الخطوة الأولى التي ستستمر في طريق سيكون سريعا وسيأتي التغيير في العراق خلال حقيقة الوقت القادم سيد عبد القادر هناك جهات أكاديميات منظمات شاركت في هذه الثورة كيف تابعتم النظرة العربية والدولية إلى هذه الثورة خاصة بعد مشاركة هذه الجهات هنا جهات نتكلم عن منظمات إنسانية ونتكلم عن جهات أكاديمية إن كانت علمية أو فنية أو غيرها هي ربما أيضا ساهمت في إيصال صوت العراقين بشكل أوسع قليلا كيف تبعتم كالميثاق الوطني العراقي التفاعل الدولي والعربي مع القضية العراقية وثورة تشرين تحديدا من المؤكد تماما أن هذه الثورة قد بيّنت للعالم كثير من الأمور كانوا قبل عندما يستهدفون يعني محافظات عراقية يتم اتهامها بالإرهاب وما إلى ذلك ويسوقون هذه التهم وأن هناك في العراق ديمقراطية اليوم سقطت هذه الأقنع الكاذبة بفضل التظاهرات وثورة تشرين وبالتالي تحرك الجميع من النقابات وغيرها لذلك كان هناك أيضا تحركا للميثاق لكسر هذا الطوق لذلك إعلاميا كان هناك تعتيم وبالتالي عندما علم الجميع حقيقة الثورة الآن أصبحت الثورة في منصات رسمية لأغلب دول العالم وبالتالي تحرك أيضا في ليلة عصيبة قوى الميثاق مع الأمين العام للأمم المتحدة وتم إنهاء عملية الخطة التي وضعها قاسم سليماني في اقتحام ساحة التحرير في بداية الشهر 11 من 2019 كانت خطة يعني كانت ليلة عصيبة على المتظاهرين استطاع الميثاق أن يجري اتصالات مباشرة والأمين العام أجر اتصالات أيضا مباشرة ببعض الساسة العراقيين وبعض الدول لذلك وأدت عملية اقتحام الساحة وتنفيذ مجزرة كبرى لذلك حقيقة وصل صوت العراقيين والآن يحتاج إلى الصموت والصبر والمطاولة في عملية التظاهرات وكذلك يحتاج إلى التحرك الفعلي اليومي على المجتمع الدولي المجتمع الدولي اليوم علم أنه لا بد أن يكون هناك تغيير في العراق وأنه لا بد أن يكون لهؤلاء الشباب هم الدور الرئيسي للمتظاهرين المضحين بدمائهم وأن يكون هناك تغيير حقيقي لذلك نعم ربما يستشعر البعض أن هناك خطوات بطيئة لكن هذه الخطوات ستأتي لأننا أمام مسرحية كبيرة في المنطقة ستحدث متغيرات هائلة لذلك ينبغي حقيقة أن نوحد الجهود وأن نستعد للقادم من أجل أن ننقذ بلدنا وأن يكون العراق سفينة نوح للنجاة ولذلك يحاول الميثاق ويعمل جاهدا إلى إنتاج سفينة نوح من كل العراقيين لبنائها من أجل أن ينقذ العراق من كل ما يجري في محيط المنطقة ما هي نظراتكم المستقبلية لثورة تشرين خاصة في ظل المعطيات التي تفضلت بها وما يوجد على الأرض والصراع الأمريكي الإيراني إن كنا نستطيع أن نسميه حقيقة صراع ربما هناك من يطلق عليه السملة الصراحية لكن في النهاية هذه الأمور تؤثر على ثورة تشرين وهي منذ أول يوم حدث هذا الخلاف كان هناك ترويج لأن الأضواء ستسحب من ثورة تشرين لهدف وأدها كيف تتابعون مستقبل هذه الثورة بالنسبة لنظرتكم المستقبلية؟ ثورة تشرين نجحت نجاحاً باهراً في توحيد العراقيين وتحديد العدو الحقيقي ورسمت ملامح إنقاذ العراق ولذلك أصرت على إسقاط النظام نظام المحاصص الطائفية وتجميد الدستور وحل البرلمان والذهاب باتجاه كتاب الدستور عراقي ونظام انتخابي عراقي وهذا الإصرار حقيقي رغم كل القمع ورغم كل المحاولات التي أرادت أن تنال من المتظاهر في ثورة تشرين لكنها لم تنجح وبالتالي هنا نحيط طلب طلاب الجامعات العراقية والثانويات على موقفهم المشرفة قد كانوا شريانة ثورة في عملية عدم وأدها وكسرها وعدم سحب الأضواء منها لذلك حقيقة المستقبل سيكون باتجاه ما يطالبه ثورة تشرين كل المعطيات التي ستحدث في المستقبل ومهما كانت الظروف التي تستهدف هذه الثورة فإن العراقيين قد وضعوا خطواتهم بثبات على إنتاج عراق واستعارة العراق لذلك حقيقة هي ستكون لها النجاح وبالتالي هم أعلنوا ويعلن العراقيين جميعا وهذا وعي حقيقة عندما تريد أن تكسب المعركة عليك أن تكسب الوعي أولا اليوم العراقيين مجمعين على وعي أنهم يريدون وطنهم بسيادة لا هم مع المحور الأمريكي ولا هم مع المحور الإيراني لكن لا بد أن تكون هناك تفاهمات مع المجتمع الدولي ومن يقود العالم بطريقة ثابتة تحفظ سيادة العراق وكرامة العراق لذلك يجري العمل بهذا الإطار من أجل تنسيق مشترك من أجل تنسيق عراقي يوحد الموقف والجهود لا سيما أن الجميع موحدين بأهدافهم سواء في وحدة العراق ولذلك متظاهري ثورة التشرين قبر الطائفية في العراق التي أرادت هذه الأحزاب السياسية أن تعيدها واليوم يجري بعض الأطراف تجتمع في خنادق ومناطق مظلمة في بعض الدول لإنتاج الأقاليم ولذلك أيضا ستموت هذه القضية لأن الشعوب قد حقيقة انتزعت وحدة العراق وسيادة العراق وأنهت الطائفية وبالتالي إجماع العراقين بهذه القضية سيفضي إلى النجاح الكبير والصراعات الموجودة على أرض الساحة هي صراعات حقيقية وهناك عداء حقيقي أمريكي إيراني اليوم يحدث نعم كان هناك تخادما لكن الإيرانيون تجاوزوا الخطوط الحمراء لا أقول أن هناك معركة أمريكية إيرانية لكن هناك حقيقة صراع على النفوذ وبالتالي ستحدث كثير من الأمور لأن المصالح الاقتصادية تتحكم بالمنطقة والعراق بفضل هذه الأحزاب السياسية حقيقة الموالية لإيران ولأمريكا جعلتوا ساحة صراعات لكن العراقيون واعين لهذه الصراعات ولنكونوا جزءا منها أو جزءا من حروبها بل سيستعيدون بلدهم بطريقة هذه الأستاذ عبدالقادر النائل الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك لمشاركة كمانا في جولتنا الإخبارية شكرا جزيلا لك